تواصل الحملة التنشطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عملها بمختلف مراكز محافظة أسيوت كانت وزارة الصحة قد أطلقت الحملة خلال الفترة من الثالث عشر من شهر فبراير حتى يوم العاشر من مارس المقبل تحت شعار حق اقتنظمي وتقدم الحملة خدماتها بالإدارات الصحية ومراكز الصحة الإنجابية بالكرة النائية والمحرومة ذلك ضمن الحملات الدورية للوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر عشرين ثلاثين أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء فعليات حملة تنظيم الأسرة التنشطية على مستوى محافظة أسيوت وهي على مدار أسبوعين كانت المرحلة الأولى تتم تخطيط خمس إدارات من المحافظة من يوم 13 فبراير حتى يوم 17 فبراير وحاليا الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية ودي بدأت من 20 فبراير إلى حتى 24 فبراير تقوم حملة تنظيم الأسرة بتقديم خدمات تقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخدمة متابعة الحمل والنساء والتوليد كل رئيسة التي تعمل زيارات منزلية تستهدف فيها الستات اللي هم في سن الحمد والإنجاب وتقول لهم على أماكن عمل القافلة عشان يقبلوا على استخدام خدمات تنظيم الأسرة حاجتان عندنا برضو 15 مسؤول إعلام موجودين في الإدارات الصحية المختلفة كل مسؤول إعلام لديه خطة توعية بيعمل عدد من الندوات للتوعية توعية الناس وبيستخدم سيارة التصريف الصحي وبيستخدم بيزور الأماكن الحيوية اللي فيها زحام واللي فيها تواجب من الناس ومراكز الشباب والوحدات الصحية بيحاول يلفت نظر الناس إلى المواعيد اللي بتيجي فيها بتشتغل فيها القافلة عنده في الإدارة اللي تابعة